لنلقي نظرة على ما سيحدث خلال التحقيق وما يليه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة المحلفين الكبرى ستراجع لائحة الاتهام بحق ترامب فماذا إذا أصدرت اللجنة قرارا بإدانة ترامب حينها سيتم تقديم لائحة التهم وأمر القبض واختاروا محام ترامب ولن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام حتى اعتقال واحتجاز ترامب ولكن ماذا إذا سلم دونالد ترامب نفسه للسلطات في منهاتن في هذه الحالة سيتجنب مشهد الاعتقال العام ولاحقا سيتم أخذ بصمة الرئيس السابق والتقاط صورته أتوجد استثناءات لرئيس السابق ترامب عادة ما ينقل المتهم لزنزانة بعد التحقيق ولكن الأمر سيختلف مع ترامب لكونه رئيسا سابقا وعملاء الخدمة السرية ملزمون بحمايته في جميع الأماكن سؤال آخر هل سيكون دونالد ترامب مقيد اليدين في حالة ترامب من المرجح أن تتم مناقشات مع فريقه القانوني لعدم تكبيل يديه ماذا سيحدث في المحكمة أثناء مثوله أمام المحكمة التمهيدية سيطلب القاضي من ترامب لاعتراف بالتهم الواردة ومن غير المتوقع أن يقر ترامب بهذه التهم متى ستبدأ ومتى ستنتهي المحاكمة تستغرق القضايا في نيويورك شهورا وغالبا أكثر من عام ومن شبه المؤكد أن يلجأ محاموه للدفع بأن التهم جاءت في وقت غير مناسب في الفترة التي تسبق انتخابات العام المقبل اشتركوا في القناة